أعلنت وزارة المواصلات أن خدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة مدون رسوم يتحملها المشترك لافتة إلى أن المشتركين المرتبطين بعقود مع الشركات يلتزمون بالتسوية المالية بحسب بنود العقد قبل نقل أرقامهم وفي هذا الصدد أشار مدير العلاقات العامة بالوزارة الدكتور أحمد الحسيني إلى أن الأرقام العاملة بنظام الدفع المسبق أو الدفع اللاحق لا تفرض عليها أي رسوم مقابل التحويل وفاد الحسيني أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى حول فرض إحدى شركات الاتصالات رسوما على العملاء مقابل الموافقة على طلب التحويل مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المقدم بحقها الشكوى